موسيقى مشاهدين الكرام مساكم خير ومساكم سعادة حلقتنا اليوم بنتكلم فيها عن قضية كان لازم تحتفظ بطبيعتها الإنسانية اللي تسمت بها لكن مع الأسف تم تحريفها وغابت الهداف الرئيسية عنها ألا وهي قضية حقوق الإنسان اللي اختطفها السياسة اختطفتها من مكانها وأعرف بتقولون ملينة من هالموضوع وأنا بعد مثلكم لو ما استجد شيء يديد فيها كان ما تكلمنا عنها اليوم أعرف إنها موضوع ملينة منه من قدمة شفنا التحريف والانحراف في ملف حقوق الإنسان وفيه تقارير المنظمات الحقوقية اللي كان لها شن ورن قبل شم سنة تذكرون شلون سببت لنا أرق وقلق نقل لنا إياه بانكيمون في سنة 2011 الله لا يعوده ولا يعودها السنة اللي صار في ذيك السنة هذا الملف وهذه القضية ما زالت إلى يوم نذي تستغل سياسيا مع الأسف وكثير من منظماتها الدولية صارت أداء من الأدوات السياسية لابتزاز الحكومات والدول ولأنها انكشفت فما عاد لهذه الهيبة والمكانة والتقدير الدولي اللي المفروض إنها تحظى فيه ومن الخاسر الخاسر هو الإنسان وحقوقه اللي كلنا نتفق على إنها حقوق يجب أن تصان فديننا يحثنا على صيانة هذه الحقوق أعرافنا وتقاليدنا بعد حتى قبل الاتفاقيات والعهود الدولية اللي وقعنا عليها لكن خضوع القائمين على بعض المنظمات الدولية لأجندات سياسية فرغها من محتوىها المفوضية السامية خاصة في آهد رئيسها الحالي زيد بن راعد الحسيني الحسيني صارت مؤسسة لها إذن وحده مع الأسف وعين وحده ورافضة تماماً الاستماع الغير ما ترغب فيه وتقاريرها الواحد بعد الآخر يتعرض لانتقادات وتفتقد إلى الحيادية ومنحازة لدرجة كبيرة شوفوا رد وزير خارجيتنا على تقرير أو تصريح من المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن راعد قال عنا في تقريدة لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد في يونيو 2016 العام الماضي تناقلتها وكارات الأنباء والصحف قال لن نعطل مسيرتنا ونهج مليكنا الإصلاحي ولن نسمح بتخويض أمننا واستقرارنا ولن نضيع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوض سامي لا حول له ولا قوة ولكثرة الانحياز الظاهر ضد البحرين اضطرت حتى ممثل مملكة العربية السعودية اضطر أن يدخل معانا على الخط ويدافع عن موقفنا ويرد على المفوض السامي وحقيقة كان الموقف الخليجي دائما مشرف لنصرة قضاياننا والتصدي لأدوات الابتزازة وسمعوا رد منذوب السعودية على المفوض السامي من سبتمبر 2016 دفاعنا عن البحرين اش قال له؟ ميد الرئيس تعارب دول مجلس التعاون عن خيبة أعمالها ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفعية للمفوض السامي بشأن مملكة البحرين والتي لا تعكس حقيقة واقع وسجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان تؤكد دول مجلس تعاون المملكة البحرين قد قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقدمت نموذجا متقدما في التعاطي مع هذا الملف الحقوقي في سياق الآلات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لتظلماتهم فوضية حماية السجناء والمحتجزين إضافة للعديد من الإجراءات التي قامت بها في هذا المجال إن دول مجلس التعاون تدعم مسائل مملكة البحرين نشجع على مواصلة مشاريع وخطوطها الوطنية الضامية تعزيز حقوق الإنسان كما تشيده بتفاعل مملكة البحرين إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته تعلمنا الدرس صرنا نرد صرنا نحط أولوياتنا ومصلحتنا وأمنا فوق أي اعتبار لما نرد حين ما عادت أدوات الابتزاز السياسي في التقارير المفوضية هد شعر فينا هذا مو رأينا بس في البحرين وفي كيفية التعامل مع هل نوع من التقارير وهل نوع من الخطاب الاستفزازي إنما هذه رأي دول عديدة خذت هالموقف ورح نستعرض بعض الآراء في المفوضية السامية وفي تقاريرها لما فاصل ورجع لكم في سنة 2015 أولة العام يعني أيضا كان رد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة على تقرير لزيد بالرعد كلها مغالطات بدأ من تسمية المشكلة إلى المعلومات اللي فيه هذا كان التقرير طلع على السعودية وهذا كان رد المندوب السامي حول عدم حصول العمال الوافدة على حقوقها في السعودية فجاء رد مفحم قوي مثل ما نشوف هذا جاء في الرد على حصيل التحويلات الوافدين إنها 40 مليار دولار أمريكي أول شيء صحح لقال لما عندنا مهاجرين لأن القضية كانت قضية مهاجرين عندنا عمالة وافدة في السعودية لأن التقرير كان عن المهاجرين وبعدين اسئلة شلون ما تحصل العمال الوافدة على حقوقها وحصيلت تحويلاتها من السعودية إلى دولهم وصلت إلى 40 مليار دولار أمريكي رفض السفير اتهام الفوض السامي اللي وصفها بغير المقبول مطالبا إياه بمراجعة مصادر معلوماتها والاطلاع على الحقائق من مصادرها الحقيقية وتعديل تقاريرها ووضح أن لا يوجد مهاجرين في السعودية ولكنها تستضيف ما يقارب من 10 ملايين عام الوافد عقود مؤقتة لهم واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد واجباتهم يعني الكل بدأ صار يرد لأنه قاعد يشوفون تقارير غير واقعية غير طبيعية فيها انحياز تام وتفقدها مصداقيتها ومن السعودية دعنا ننتقل إلى دولة ثانية بعد وصيبت بالدهشة من هذه التقارير والتوصيات التي يتفنن فيها زيد بن رعد المفوض السامي في قلب الحقائق في مايو 1917 يعني قبل شم شهر يعني شهر خمسة اللي طاف صار رح زيد بن رعد تصريح غريب لا يتناسب أبدا مع توجهه مع توجه المفوضية ولا يتناسب مع اللي تواجهه مصر من عمليات إرهابية مروعة قال لهم شنو إجراءاتكم الأمنية اللي تتخذها مصر تغذي الإرهاب والتطرف بي السلام يعني مو خطاب الجماعات الدينية اللي تغذي الإرهاب لا الإجراءات الأمنية اللي تسويها الدولة هي اللي تغذي التطرف وكان مفروض أن الإجراءات الأمنية كأن يعني اللي هو يبيه أنها تترك الإرهابيين يفجرون يقتلون زيادة أكثر من شدي حتى ما يزيد التطرف طبعا ردت عليه الخارجية المصرية بوصف تصريح أنه مخجل ويشجع على الإرهاب في مصر وخلونا نسمع الإعلامي يسامة كمال يعلق على هذا الموضوع رد عليه متحدث الخارجي عندنا المستشار أحمد أبوزيد وقال له أن التصريح بتاعك ده تبرير غير مقبول للتطرف والعنف وتصريحات غير مسؤولة طلعة من شخص يفترض فيه أنه بيدرك مسؤوليات المنصب اللي هو بيتولاه وقال له ده أمر مخجل لأنه بيحاول يدور على أعذار لانتشار التطرف والإرهاب في مصر ولما يطلع التصريحات دي في توقيت ما فيهوش أصلا لجلسات مجلس حق إنسان ولا تقارير منتظرة منه عن حالة حول إنسان في أي بلد في العالم فده بيصير علامات استفهام عن مغزى وهدف إنه يطلع التصريح ده وقال له لازم تتجنب الخلط المتعمد للأوراق والقراءة غير المتوازنة للأوضاع في مصر تحدث الخارجية قال إحنا ما شفناش المفوض السامي بينتق الدول تانية فرضت الطوارئ في ظروف مشابه البحرين ومصر والسعودية كلهم بدوا يردون ودول غير حتى دول أوروبية حتى دول آسيوية كلهم قاعد يرد على هذه المغالطات تعالوا شوفوا تقاريرها عن اليمن لن ننسى موقف المفوضية السامية من الانقلاب على الشرعية في اليمن إنها كانت من خلال تقاريرها تساوي بين المجرم والضحية بين السلطة الشرعية وبين اللي انقلب عليها وهذا توجه سياسي لاه حقوقي ولا شيء بحث وتقاريرها كانت تمرر هذه الرسالة السياسية بينها تساوي بين الشرعية والانقلاب هذه الصورة المشوهة وهذا التحريف يؤكد انحراف المفوضية السامية وعنم حياديتها وهذه أبسط المتطلبات للي يسعى لحماية حقوق الإنسان إنه يكون متحلي بالإنصاف والحيادية لكن هذه المؤسسة تتعامل مع المجرم والضحية على قدم المساواة ولا نستغرب منها النتائج المحرفة وغير الحقيقية في أي من تقاريرها سمعوا هذه التقرير من قناة العربية حول تقرير المفوضية السامية عن الأوضاع في اليمن تقارير رسمية ذكرت أن جورج أبو الزلف عين قياديا حوثيا في محافظة حجة منسقا للمفوضية كما أنه أقام دورة تدريبية لـ 18 متدربا في صنعاء تابعين للمتمردين الحوثيين تم توظيفهم لإعداد تقارير مضلل وأن التقرير الأول المفوضية والذي كان الموقف الحوثي فيه جليا صدر بينما كان ممثل المفوضية جورج أبو الزلف غير متواجد في اليمن فيما تم تجاهل بلاغات متكررة وشكاوى عن الحصار في تعز ومجازر في صنعاء وعمران وغيرها من المحافظات كما أن الاعتقالات والإخفاء القصري للنشطاء والصحفيين واستخدام بعض المعتقلين دروعا بشرية وممارسة أنواع التعذيب بالمعتقلات وتجنيد الأطفال جميعها لم تلقى تجاوبا من المفوضية هذه المفوضية من كثرة غلاطها تضطر أنها تعتذر أكثر من مرة لأن الدول ما عادت تسكت لها مثل قبل وتكتفي بالتذمر صارت الدول ترد وتفند فمثلا في تقرير ثاني لها قالت أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ينتهك حقوق الإنسان في اليمن وكلنا نعرف من اللي يجند الأطفال من اللي يسحبهم من مدارسهم ومن صفوفهم هذا موثق بالصوت والصورة شفنا شلون الحوثيين يدشون المدارس يسحبون الأطفال من داخل صفوفهم والمدارسات يصارخون يمنعونهم حتى بالقوة وشفنا شقد أسرى من الحوثيين كلهم أطفال دون 18 سنة هذا شيء مخزي ومع ذلك أيك المفوض السامي يقول التحالف العربي هو من ينتهك حقوق الإنسان وهو من ينتهك حقوق الأطفال لكن مثل ما تعلمنا في البحرين عدم السكوت لهم أو الخضوع لابتزازهم كان رد المندوب السعودي عبدالله المعلمي على هذا التقرير اللي اضطرت الأمم المتحدة أن تعتذر وتشيل التحالف العربي من قائمة سوداء حطتها فيه خلينا نسمع إسم عبدالله المعلمي نحن نعذي من المفوض المفوضة بالحقوق التي تمثل من الّكترات على تحالف عقلال خطيرة وعقلات من المساعدة وعقلات كلها التي تمثل عن المنظم في المنظمة للتعليمي ومتحى هذه المنظمة نحن لدينا التحدث مع السكري والمعارضي ونحن نعرف أننا نعرف أن هذا الواقع يكون محقاً حتى ينبغي الواقعات التي تقوم بعملها بين الوصول والسعودية صارت العملية واضحة هذه تقارير للابتزاز مثل ما شفنا في كل الأحوال نرد على التقارير نتابع وإذا في أمور تحتاج إلى تطوير وتعديل ما رح نتردد في أن نحن نسويها لكن من غير ما نخضع لعملية الابتزاز ومن غير ما نتخلنا عن مصالحنا ومن غير ما نتنازل عن لي يثبت أمنه واستقرارنا لأن هذه التقارير المنحرفة تخلص دائماً لتوصيات لو سويناها كان صارت فوضى عندنا والضرابات لأنها التقارير المقصود فيها أنها تكون أداة من أدوات القوى النائمة التي تضعف الدول من خلال إرباك قراراتها الأمنية فاصل ونرجع لكم في سبتمبر السنة الماضية يعني قبل خمس شهور قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بدعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيب لزيارة الدوحة لإطلاع على آثار وتبعات قرار المقاطعة التي اتخذتها دول التحالف الرباعي السعودية البحرين مصر والإمارات على الشعب والمقيمين في قطر طبعاً هم استخدموا مصطلح الأثر الحصار على قطر تلبية لهذا الطلب زار فريق من المفوضية الدوحة وقعد هناك من 17 إلى 24 نوفمبر أسبوع وأصدر تقريرها طبعاً المفوضية تقول أنها خبرت التحالف الرباعي إذا كانوا يحبون أن يزورونهم بعد الاطلاع على تأثير الأزمة عليهم لكن التحالف لا تجاوب معهم المهم اللجنة الإقطرية لحقوق الإنسان كانت استعدت لهذه الزيارة من اليوم الأول لبدء المقاطعة أصلاً من بدء القرار كان عندها شبكة علاقات عامة كبيرة في أوساط المفوضية ومن سنين ونشوف شلون بنتها بعد لكن على هالأساس لأن قطر حطت بالها أن الابتزاز بورقة حقوق الإنسان هو الحل لأزمتها فحطت لها خط صاخر من اليوم الأول لقرار المقاطعة لتلقي الشكاوي وقامت في إعداد تقارير وملفات وفتحت باب الشكاوي للأفراد والمؤسسات الإقطرية وسجلتهم عندها ولما جهزت نفسها وجهت الدعوة المفوضية السامية من الوهم أننا نعرف أن قطر وهي تعد لمشروع الربيع العربي وأعدت لها القوة الناعمة التي هي المراكز العابرة للحدود يعني إعلام عدت لقرار الجزيرة يعني تشبيك مع منظمات دولية مثل منظمات حقوق الإنسان كلها قوة ناعمة تمسكت فيها قطر من بداية ما يسمى بالربيع العربي وعرفت أنها تحتاجها في يوم من الأيام عشان شدي الأمير تميم في كلمته قال أن قطر لن تتنازل عن القوة الناعمة وهي قناة الجزيرة ومنظماتها ومؤسسات ومراكزها المدنية دعونا نسمع لك كما أننا مدعوون إلى تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية والإعلامية ومصادر قوتنا الناعمة كافة على المستوى الدولي وفي تفاعل مع أفضل خبرات القطرية والعربية والأجنبية وهذا كله بالطبع بالتعاون مع المقيمين في بلادنا الذين يعملون وينتجون ويعيشون معنا ووقفوا معنا في هذه الأزمة هذه القوة الناعمة هي وسائل الإعلام المختلفة هي المنظمات المدنية العابرة للحدود هي الأدوات التي استعانت فيها قطر للترويج عن مشروعها وهي التي تستمد الدعم الدولي منها في حال احتاجت للتسويق لمشروعها لأن هذه الأدوات لا تشتغل على الداخل القطري هذه الأدوات تحرص على التشبيك فقط مع الارتباطات الدولية يعني منظمة حقوق الإنسان غير معنية بحقوق الإنسان داخل قطر لا معنية بتشبيكها مع مفوضية سامية مع مجلس حقوق الإنسان ومثل ما قطر أنشأت قناة الجزيرة سنة ستة وتسعين أسست أدوات ثانية من أدوات القوى الناعمة التي قال عنها الأمير تميم هي مؤسسة مثل مؤسسة كرامة القطرية هذه مؤسسة تعني بحقوق الإنسان كان يرأسها المطلوب أمنيا على قائمة الإرهاب عبد الرحمن النعيمي الذي أسس المركز سنة 2004 يوم الناس غافلة عن مكانة تخطط له قطر ورفعت شعار إذا تشوفونا فوق نحارب الظلم في العالم العربي منذ 2004 يعني مو في قطر في العالم العربي وهذا مثال فقط على مكانة قطر تعد له وهذه الأسبقية في الاستعداد بمثل هذه المنظمات افتحت لها باب لتأسيس شراكات مع منظمات وقائمين على المنظمات الدولية لما طلبت قطر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تزور قطر وتعد تقرير عن آثار تدعيات أزمة الخليج عرفنا أن نتائج التقرير شنهي بتكون قبل لا تبدأ الزيارة قبل لا يصدر حتى التقرير وقبل لا نذكركم برد التحالف الربائي على تقرير المفوضية السامية اللي كان عبارة عن نقل كوبي بيست من اللي يقوله الإعلام الاكتري حتى اللي ما يتصدق منه انقلوه مثل ما هو وما أدر ليش أصلا كانت الزيارة كان أخوانا في قطر أرسلوا لهم اللي يابونه وذلك حطوك كوبي بيست على التقرير وخلاص انتهينا خلينا نمر على بعض نقاط التقرير اللي صدر حتى نعرف منهجية هذه المفوضية السامية أصلا الحلقة كلها هي تبين انه فيه كثير من المؤسسات الدولية ترى احنا خلاص بدنا نعرف شون تشتغل وشيني أهدافها وهذه نموذج حين اللي طلع التقرير اللي عن قطر نموذج يساعدنا في فهم شلون كتابة التقارير في كتابة التقارير هذه الخاص بقطر أول المغالطات ما جاء به التقرير عن جذور الأزمة شنو قال التقرير بالنص في الصفحة رقم ثلاثة البند رقم سبعة شنو قال قال ان على الرغم من وجود سبب الأزمة الحالية يرجع لما أذاعه الإعلام القطري من تصريحات منسوبة إلى أمير قطر في 24 مايو والتي تضمنت التنديد بتصريحات رئيس الولايات المتحدة المعادية لإيران خلال زيارته للمملكة العربية السعودية وقد أعلنت حكومة قطر أن تلك التصريحات مختلقة ومجسوسة عبر اختراق ألكتروني وتعرضت للأخيرة ورغم ذلك رفضت حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا التبرير ألق ولاتهم هذا أول الكفر مجرد أنك تبتدي بباطل يعني أنه ما بني على باطل فهو باطل الكل يعرف أسباب المقاطعة وما أعتقد أنه في أحد خاصة في الأمم المتحدة أو المفوضية أو منظماتها كلها ما يعرفون أن أسباب المقاطعة هو طلب دول التحالف الرباعي من قطر أنها توقف عن دعم الإرهاب وجماعته وأدواته وتجاهل المفوضية لهذه الأسباب الحقيقية وتسطيحها بهذا الشكل المخل أن أسباب الأزمة هو التصريح المفابرك هي اللي خلت دول التحالف تقاطع واحد من أشقاها واحد من منظومة دول مجلس التعاون لمجرد تصريح في الإعلام يبين أن منهجية التقرير باطلة من أساسها من بدايتها من بداية عمل هذا الفريق ويتضح أنه مجرد أنه مجرد ناقل لوجهة النظر القطرية لا أكثر ولا أقر شوفوا البند الثاني هذه البند 16 من التقرير شوفوا منهجية جمع المعلومات عند فريق البعثة بالنص يقول التقرير التالي وقد نمى إلى علم فريق البعثة شوفوا نمى إلى علمه أنه فيما بين يونيو وإكتوبر 2017 وثق العاملون في مجال الإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أكثر من 1120 مقالة وما يقارب من 600 كاريكاتير ضد قطر في السعودية والإمارات والبحرين وتضمنت هذه المواد الإعلامية اتهمات صريحة بضلوع قطر في دعم الإرهاب ودعوات الإنقلاب على الحكم والنيل من الرموز القيادية في قطر هذا بالإضافة إلى التحريض على الاعتداء على القطريين أو قتلهم فعلى سبيل المثال شوف المثال اللي مخضينه حينهما نشر مغرد سعودي مغردها يتابع خمسة ملايين متابع تغريدة كان مؤداها الإفتاء بقتل أمير قطر فيما حذرت تغريدة سعودية أخرى من إمكانية إرسال مليون انتحار يمني إلى قطر انت شايف أول شيء هاي السؤال حق المفوضية والمفوض السامي انت شايف الإعلام القطر يش يكتب؟ كم عدد المقالات اللي انشرها؟ شيني الألفاظ اللي يستخدمها؟ وبعدين بعثت فريق أممي تسترد على تغريدات في تويتر تويتر هو مصدر معلوماتك إن الإعلام يحرض على قتل القطريين يعني بس يعني اللي أقولتهم أنت شوف الكتاب ضائم من عنوانه تعالي نشوف التحريض اللي يوصل يعني ودي أنا بس المفوضية تطل على حساباتنا وعلى صحف الإلكترية وعلى حسابات الإلكترية شيء يوصلنا من السب ومن القذف اللي يوصلنا واللي ما ممكن نعرضه حتى على شاشة التلفزيون تحملناه وصبرنا وقلنا أخواننا في قطر وما نعتقد أن أخلاقهم تسمح أن هالكلام ينكتب باسمهم ولا بينا يعني المفوضية السامية ما اشتكينا عندها ولا رفحنا تقارير حي حقوق الإنسان ولا تقدمنا الطلب للنظر لأن هذا كله كان مستوى التقرير وهذا كان تاريخ المفوضية معنا جاء رد بيان التحالف الرباعي على هاللي شفتوه كله مثل ما راح تسمعون بيان مشترك صدر عن بيثات السعودية والإمارات والبحرين ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف قال إن التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية التي يعود أساسها لخلفيات دعم قطر لأفراد وكينات متورطة في تمويل ودعم الإرهاب والترويج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية أو تمول من خلال شخصية قطرية وأضاف البيان إن مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في الحماية والدفاع عن أمنها القومي وهي إجراءات لا تستهدف الشعب القطري وعربت بعثات الدول الأربع أن التقرير يعكس حيازا لأحد أطراف الأزمة السياسية بتبنيه الرواية القطرية المبنية على الدعاءات واهية قبل أن أخطب بس أريد أن أقول شيء أن هذه المحاولات التي فيها التفاف على الواقع التفاف على الطريج السهل اللي هو يعني الشورت كاتت اللي تعال سيده كهوة الحل في الرياض ليش هالالتفاف بكله؟ مرة تقرير حقوق الإنسان مرة تدويل قضية الحرمين مرة اعتراض طيارات مرة يعني استفزاز وابتعاد عن الحل وهو جريب تب تعرف الشور يفكرون الجماعة في قطر ما تفهم هذه بخصوص المحاولات القطرية بشكل عام لكن بخصوص المحاولة مالتها مالت حقوق الإنسان والمفوضية احنا الكلام اللي يوجه حقل اثنين سواء كان قطر بهذا الاتجاه للبحث عن حل في المفوضية او الكلام للمفوضية نفسها ولكل المعنيين بحقوق الإنسان اللي يشيل قبعة سياسية ويلبس قبعة حقوقية او يبدل العكس يعني اللي يوظف الحقوق الإنسان حق السياسة من أكثر الخاسرين من هذا الانحراف في عمل القائمين على حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات من؟ لأن المؤسسة اللي مفروض مهتمة بدعمهم مساندتهم استماع لشكواهم فقدت مصداقيته بهذه التصرفات وهذا الانحراف صار الطرف من أطراف النزاعات والصراعات السياسية وتستغل وتوظف فما يعود لها ثقل ولا أحد يهتم فيها ولا في تقاريرها ومع مرور الوقت تصير مجرد ورقة تتجاذبها الأطراف المتصارعة وما أحد يسمعها في كل دول العالم تحصل انتهاكات الحقوق الإنسان كامرأة الإنسان كطفل الإنسان كعامل كمسن كمتهم كموقوف محكوم يصير لهم انتهاكات أحيانا من جهات رسمية أحيانا من جهات أهلية فإذا كانت المؤسسات اللي مفروض أن تساندها وتساعدها تحور قضيتها وتحرف فيها وتأخذها لمنحة سياسي لأجندة خص أصحاب أو القائمين على هذه المؤسسات خلاص افقدت هذه المؤسسة مصداقيتها افقدت ثقلها ما حد يسمع لها تفتقد أهم عناصر قوة تملكها هي وليتأثيرها فش يصير في شكوى الناس؟ تروح تضيع في الطوشة ويكون الشاكي إن كان على حق لأنه خلاص كل المشتكين صاروا مظلومين لكن لما يكون حتى على حق هو أكثر الخاسرين البحرين الحمد لله طورت منظومتها الحقوقية بشهادة شركائنا في هذه العملية اللي شافوا إلى أي درجة البحرين مستعدة تتعاون مع اللي مد يده بشكل مهني واحترافي مثل البريطاني على سبيل المثال فقامت وسوت مؤسسات وطنية رسمية وفي نشاط الأهلي أيضا شكل مؤسسات أهلية كلها تشتغل بشكل مدروس على تطوير كل المنظومة الحقوقية بما فيها التشريعات الممارسات البحرين بدأت تشتغل مع اللي يبي البحرين تتطور في هذه الملف أما اللي يبي فقط يقيد يدنا في حفظ أمننا واستقرارنا فارد وزير الخارجية كان شافي ووافع عليه النقطة الثانية اللي أبي أختم فيها أن قطر كل يوم تطلع ورقة تعتقد أنها هي اللي بتنجح في ثني والتغيير موقف دول التحالف الرضاعي وتخليها تتراجع عن قرار المقاطعة وكل مرة تفشل وكل مرة يكون لفتها ضويلة بلا فايدة وآخر أوراقها مثل واشفنا هذه التقرير وبعدها قضية التدويل ما تدري أن هالمفوضية أصبح لها تاريخ من الحراف السياسي وعن مهامها وفقدت أثرها بسبب هالمشكلة هذه الثاني قطر شيء تسوي قطر في سبيل لبس لباس التظلم وهذه المشكلة اللي ما دري واعيت لها قطر أو لا اعترفت وأقرت باللي كانت تنكرها قبل تقول قطر في التقرير أن التضخم وزيادة في أسعار السلع في قطر زاد بمقدار 83% يعني الشيء اللي كانوا يشترونا مثلا بحسبة نحن بدينار صار دينار وثمانمائة يعني في هذا الشكل دي يعني وهي أن الحكومة الاقترية أقرت في التقرير أنها تبذل جهود مضنية للحفاظ على معدل التضخم والزيادة لتقللها بنسبة 3% فقط حتى ما يعاني المواطن القطري والمقيم في قطر وأنها من شهر يونيو الماضي من شهر ستة الماضي انقطعت كافة السبل الاتصال بين السلطات الجمريكية القطرية والجمريكية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وإقرارها بخسائرها لما تب توثقها على أنها انتهاكات أتقر فيها وترجع تمحيها وتنكرها لما أتي تخاطب في خطاب المكابرة وتقول إنها ما تأثرت يا أخواننا في قطر أرسلكم على بر في خسائر ولا ما في خسائر كلها اللفة الطويلة عشان اتفادون الطريق الأسهل والأعقل وهو التوجه مباشرة إلى الرياض كلمة أخيرة بالنسبة للملف الحقوقي البحرين دولة منفتحة على العالم منفتحة على كل ما هو في مصلحة تطويرها للمنظومة الحقوقية تقدم لنا من أي جهة تهمها مصلحة البحرين وسمعتها وهو ملف البحرين تعني فيه وعلى رأس أولوياتها لكن ما يعني إنها راح تتهاون في مصالحها الأمنية ولا فيما يهدد أمنها واستقرارها هذا حقها مثل ما هو حق لأي دولة ثانية في العالم دمتم بخير وتصفحون على ما تحبون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة